الازمة دي بدأت مع صفقة زين الدين بالعيد المدافع الدولي الجزائري اللي كل الناس كان بتتكلم وتقول إن الصفقة خلاص في النادي الأهلي والبرامج واليوتيوبرز والإعلاميين والسوشيال ميديا مليئة زين الدين بالعيد مدافع النادي الأهلي الجديد وفي يوم وليلة نسمع خبر فشل الصفقة ويطلع الكلام ويبدأ وكيل اللاعب يقول تصريح خطير جدا النادي الأهلي كان بيصر على وجود وكيل معين في الصفقة وإلا الصفقة مش هتتم الفريق محتاج اللاعب أو مش محتاج ومش مهم النادي الأهلي باع محمد عبد المنعم ومحتاج مدافع بثقل ووزن زين الدين بالعيد برضو مش مهم المهم الوكيل اللي داخل في الصفقة ده يا إما بلاش يا إما ما فيه الصفقة وما فيهش لعيبة واتضح لنا بعد فترة كبيرة جدا من مهاجمة لجنة التخطيط ولجنة التعقدات إن كل الصفقات اللي الأهلي كان بيدخل فيها سواء كونتي أو غيره أو غيره من اللاعبين الكبار كان أكيد فشلها السبب اللي ذكر وكيل اللاعبين بدأت الناس تكذب الكلام ده ويقول لك لا النادي الأهلي ما فيهش الكلام ده النادي الأهلي ما ينفعش فيه كده أنا مش بقول لك التهم اللي ظهر كابتن محمود الخطيب أوعت التهم والاتهم ده الكلام ده للأسف بيحصل عن طريق لجنة التعقدات اللي موجود فيها أمير توفيق اللي للأسف مفروض علينا واللي الكابتن محمود الخطيب لو هعيب عليه هعيب عليه في دي وبيتم ترقيته ويتحط في شركة كورة وبعد كده يتحط مش عارف في ايه تاني موضوع بصراحة مؤقت موضوع يعني أنا كمشجع موضوع نفسيا مؤقت شوية كلنا عارفين كابتن محمود الخطيب استحال يخش في حوارات زي دي يعني الراجل مش في حاجة انه يعمل حاجة زي دي وإلا لو كان يعمل كده انتوا عارفين كان ممكن يعمل ايه بالزبط ويقلت مرتضى منصور ويقلت حسين لبيب في الحوارات اللي بيعملوها في مبارياتنا اللي بتبقى برا مصر والراجل بيبعد نفسه عن الموضوع ده وكانت هتبقى لأرقام بكتير اكتر بكتير لمجرد انه بس يقول كلمة او تصريح فما ينفعش انك انت تتهم كابتن محمود الخطيب انا تهمتي الوحيدة لكابتن محمود الخطيب اختياراته صحح اختياراتك كابتن صحح اختياراتك كابتن ليه؟ الموضوع لما انتشر على لسان وكيل اللاعبين بدأ يطلع بعضها بقى بعض الاعلاميين التابعين للنادي الاهلي واعلاميين في بعض البرامج التلفزيونية ويوتيوبر زيقوله اصل اللاعب جاله كلام من المدير الفني بتاع المنتخب الجزائري وقال له روح اوروبا احسن وهناك افضل ليك والمستوى والاحتكاك والكلام ده كله كلام فارخ مفيش حاجة من الكلام ده حصلت كل اللي حصل الخبر اللي قاله القندوسي امبارح ان زين الدين بلعيد فعلا كان في النادي الاهلي والراجل محبش يفرط في حق الوكيل بتاعه صديق عمره عشان خاطر يسمع كلام لجنة التعاقدات في النادي الاهلي ويحط وكيل مجبر عليه عشان ياخد نسبة وتفشل الصفقة بسبب الوكيل صديق امير توفيد الكلام اتقرر برضو على لسان المشجع الاهلي والمحترم اللي على الفيسبوك انا ناس يسمعوا والله بس راجل محترم جدا اللي كان بيتابع ببنزة وعرضوا على النادي الاهلي وقال تلمحات بكلام زي كده وما حد استمعوا في الاهلي ولا حد تواصل معاه الكلام اتقرر على لسان وكيل يحيى عطية الله نفس الكلام والقندوسي ختمها عشان يقولك بالبنط العريض كده وبصوت عالي في مشكلة في التعاقدات يا كابتن محمود الخطيب لو سمحت تحقيق عاجل في اللي بيحصل تحقيق عاجل لان الموضوع مكشوف جدا احنا خسرنا لعبين كتير المصلحة امير توفيق ايه قدراته ايه امكانياته مين هو امير توفيق عشان يمسك لجنة تعاقدات في النادي الاهلي في عهد الكابتن محمود الخطيب وليه هيسم اعرابي يمشي وليه حسام غالي يكمل اسئلة كتير اجابتها في اللي جاي يمكن فيه خطوة حلوة يمكن فيه نقطة كده بادرة بوجود الكابتن محمد رمضان المحترم جدا الصارم جدا بتاع الشغل جدا اللي مالوش في البزنس اللي مالوش في الصداقات حسام غالي وامير توفيق محمد رمضان بتاع شغله وهيشتغل للنادي الاهلي لو حصلت اي ازمة في يوم من الايام مع كابتن محمد رمضان اتمنى من جمهور الاهلي كله يقعب في ظهر الراجل ده ايا كان الكلام اللي هيطلع ايا كانت الاخبار اللي هتتقال الصورة بقت واضحة جدا نرجو من الكابتن حفظنا على صورته قدامنا وعلى عشقنا ليه المسطورة الكبير ان ياخد قرارات عاجلة لان اللي بيحصل ما ينفعش يحصل في كل عريضية زي النادي الاهلي والحد كده خلصت حلقتنا وشكرا ليكم السلام عليكم